بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصد الله وقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والأنور والعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلم الأحمر حلقة جديدة نوصل فيها الحديث حول الذكرى الـ 41 لتولي الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح إلى سدة الحكم والوقوف على هذه الحكبة السياسية والتاريخية من تاريخ اليمن أو من عمر اليمن عبر الزمان وعبر التاريخ لنكف عليها لنتحدث عنها لنحاول قراءتها بعقلية موضوعية منصفة ومن خلال الموازين الحقيقية في هذه الحلقة الثانية في الحلقة الأولى تحدثنا نصورة عامة عن ما هي المعايير والمكاييس التي من خلالها نستطيع أن نقف لقراءة هذه الحكبة في ظل هذا الهوس وفي ظل هذا الحملات المغرضة أو الحملات الخطابة الإعلامية المفلسة التي تمارسها المعارضة أو الخصوم السياسيين كذلك الإعلام الدولي كذلك الأجندات التي تعمل على التأثير على العقولنا من خلال منظومة عالمية من الإعلام التي تحاول أن تلقح الرأي العام ونتلقح الوعي الجديد للشباب اليمني بأن هناك نحو تشويه أي شخص على غرار ما حدث لرئيس صدام حسين على ما حدث لعزة عبد الناصر على ما حدث لكل الزعماء العرب الذين يخوضون عملية التنمية أو إدارة الدولة وفق معطياتها وفق تحدياتها وذكرنا أن هناك ثقافة عدمية وهناك ثقافة مثالية طوباوية وهناك أيضا خطابات إعلامية مجردة وقلنا بأن حجمة تحولت في هذه المرحلة أو في هذه الحقبة الثلاثة وثلاثين عام تمتلك من البيان والتجلي ما يكفي لإثبات مدى محورية هذه الحقبة في بناء ونهضة الجمهورية اليمنية واليمن كحضارة كدولة كتاريخ كتب الديمقراطية كاقتصاد كثقافة كإنسان يمني في النهاية هناك الفارق الكبير جدا جدا وقلنا بأن الوعي العام والرأي العام اليمني أو التفكير أو العقل السياسي الجمعي لليمنين يتعرض في هذه النقطة لكثير من الحملات الكيدية لشخصية علي عبد الله صالح سيما من خصومه سواء كان الأخوان أو كان هذه الحركة الكهنوتية الحوثية الجميع يسعى بمشاريعهم والعملاء بمختلف أطيافهم يسعون إلى النيل من أي رمزية وطنية وأي هامة كومية أيضا الأجندات الخارجية التي تسعى لتقسيم اليمن تعمل على النيل من هذه الشخصية الموحدة لليمهورية اليمنية والذكرنا في حلقة الماضية بأنها الشخصية الأولى التي كانت بإعادة بناء الدولة اليمنية منذ أكثر من ألفين عام في ظل إطار سياسي يوحد كافة هويات وأركان الهوية اليمنية الواحدة إنجازات تاريخية عظيمة تحققت العلي عبد الله صالح ولا سبب بأنه جاء في لحظة الثامن السابع عشر من يوليو 1978 وهي لحظة حارجة كانت كل إنجازات الثورة 26 ستمبر و14 أكتوبر تتهاوى في ظل وضع سياسي صعب واقتتال وصراع سياسي دموي حول السلطة كذلك أيضا ركود اقتصادي حاد كذلك تدخلات دولية إقليمية وعالمية عميقة وخطيرة جدا في ظل استقطاب سياسي كبير في ظل معطيات وموارد ضعيفة وشحيحة جدا في ظل أيضا تخلف ثقافي وعلمي وبنية تحتية تكاد تكون شبه منعدمة وواقع اقتصادي وإرادي لا يستطيع من خلاله الاقتصاد أن يبني إرادة لكن حدثت تحولات كبيرة وذكرنا الأهمها أنه أعاد بناء البنية التحتية أعاد بناء القوات المسلحة والأمن في سبيل ترميم أو في سبيل ترميم وإيجاد المؤسسات القادرة على حمل السيادة اليمنية استطاع أن يبني سياسات دولية خارجية مع العالم ومع الإقليم ومع المحيط اليمنى نحو التهدئة نحو بناء شراكات وعلاقات تنائية تعاونية تعمل على مد وتمويل العملية التمويل في اليمن ذكرنا بأنه حقق التنمية الزراعية الشاملة حقق أيضا عدد سد مأرب أيضا استطاع أن يخرج التروة النفطية أو استخراج النفط من أراضي اليمنية كذلك أحدث العديد أحتوى الأزمة السياسية اليمنية والمحاولات مثل حرب 1979 بين الشطرية اليمن في السابق كل هذا أكد بأن 17 يوليو جاء بحكمة وجاء بتحولات جاء أيضا بانتخابات ورسخ أول انتخابات لرئيس جمهورية ولسيما عقب انقلاب ضد الإرياني وعملية اغتيال ومصرع رئيسين الحمدي والغشمي في خلال سنتين فقط جاء الرجل ليضع شرعية جديدة من خلال انتخاب من خلال مجلس الشعب التأسيسي إذن تحولات كبيرة ذكرها وتحولات في الاستراتيجية في فلسفة إدارة الدولة هناك الثقافة العدمية تحاول أن تعكس من علي عبدالله صالح قادها بالبساطة لا كان هناك رؤية وكان هناك وفق مرحلتها وفق زمنها من أهم إشكاليات القراءة حكمة علي عبدالله صالح هو أن البنية السكانية والتركيبة السكانية اليمنية الآن والتركيبة الفتية يعني ما زال أغلب الأجيال التي تعرض للحملة الإعلامية حاليا هي لا ترى الفارق ومدر التحولات التي حدثت لا تعود إلى الماضي حتى أرشيفنا الإعلامي لا يمتلك القدرة على قراءة ماضيها القريب وبالتالي يجد الإعلام المغرض أو الإعلام الملوث للعقول أو العقل السياسي اليمنية الكثير من المساحة والمتاح لحتى يستطيع أن يبث سمومه لكن في الواقع هناك ثورة وهناك قفزة إيجابية كبيرة جدا قادة تحولات وليس تحولت من معدلات إحصائية إيجابية إلى مستوى إحصائية إيجابية أكثر لا بل تحولت من ما تحت الصفر إلى الإيجابي لأنه لم تكن هناك بناء يعني على الصراحة باللحظة الدولة الراكدة والاقتصاد راكد والبناء هشة والإمكانية شبه معدومة والمؤسسات في حالة اختلال والقبيلة متدخلة ومتغولة في الدولة والقوى الكهنوتية وقوى أيضا متغولة ومتدخلة وهناك سلطة للدولة أو السلطة القانون تكد أن تكون ليس لها حضور أو وجود هذا واقع حكى عن نفسه وتحدث غير أن هناك الخطابات أو الثقافات العدمية التي تتحدث أو تقدم مقارنات وهمية ويحدثك مثلا على علاقة بين يقولك لاحظ التجربة في سويسرا أو لاحظ التجربة في اليمن وهذه مقارنات اعتباطية لا تراعي إمكانياتنا من أجل أن تحكم على حقبة علي عبدالله صالح عليك أن تقف على ناصية التاريخ ثم تستشرف التحديات من كرسي الحكم أما أنك في المذكى وجاء ستشرف قناة الجزيرة وتسمع صوح يتحدثون ويطلوا العقول بالأوهام هناك واقع وهناك معطيات وفحدهم رجال الدولة والعقلاء والواقعيين والعقلانين من يستطيعون أن يقدروا مدى سير كل مسيرة وفق معطياتها وحيثياتها وتاريخها وتوقيتها أما المقارنات الاعتباطية للدول فعلا لا تجد عندما تجد تجربة بنت نفسها بنحو من السالب العميق إلى موجب معين خلال فترة بإمكانية بسيطة جدا لا تقارنها بدولة تمتلك إيرادات تريليونية وتمتلك عدد سكان نصف مليون أو ثلاثة أو اثنين مليون أو ثلاثة مليون وأسرف ما أسرف وأشترى كل شيء من الخارج يعني يجب أن نكون واقعيين بكيف مستوى تتقدم في هذه الحلقة سنناقش يعني الحلقة الماضية سنناقش أن طبيعة أو العقلية أو طبيعة الكراءة الموضوعية الحقيقية للحكم على هذه الحكمة التاريخية الهامة جدا في تاريخ اليمن التي كانت في عهد الرئيس الشهيد السابق علي عبدالله صلى الله عليه وسلم ولكن الآن سنتحدث عن ما هي أهم إنجازة علي عبدالله صلى الله عليه وسلم في المجال السياسي التطور الديمقراطية الوحدة اليمنية المؤسسات اليمنية كذلك العديد من التغيرات التي حدثت طيلة الثلاثة العقود والثلث علي عبدالل صالح استطاع أن نقول بأنه حقق الكثير من التطورات السياسية أولها وصوله إلى الحكم أو بناء الشرعية حكمه من خلال انتخاب سياسي من المجلس الشعب التأسيسي بالانتخاب وهذا كان لواحد النقطة الأولى وهو إرساء بذرة الديمقراطية في تكوين أي شرعية حاكمة في هذا البلد وهذا تعتبر خطوة كبيرة لأنه أول رئيس منتخب بعد اغتيار رئيسين وبعد انقلاب وبعد شرعية لا تستمد إرادة الشعب وبالتالي كان هو إبارة عن عنوان لإرادة الشعب وإن كانت ليست انتخابات مباشرة ولكن حينها كانت نقلة نوعية كبيرة وهائلة ولم يكن هناك من يتطلع لانتخابات مباشرة وما لذلك وبالتالي كانت قفزة كبيرة في حينها أوضاع مختلة واضطرابات تكاد تعصف بالأرض والإنسان فقر وتخلف وعزلة عن العالم وشعارات لا تحقق أمنا أو تغني من جوع وسط تلك الأجواء انبرت زعيم الفذ علي عبدالله صالح ليكون المنقذ والمخلص حمل المسولية في الزمن الصعب وحمل معه البشرى والأمل قرأ الواقع بحكمة وعرف عوائق التلمية وحدد أسباب التخلق ثم جهد وسعى بجد لتغييره فمن خلال تأسيس المؤتمر الشعبي العام عالج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إشكالية الفراغ السياسي وأرسى دعائم الحوار بين كافة الأطياف السياسية في البلاد أيضا التحدية الكبيرة مثلا نحن سران الوحدة هو حرب 79 التي نشبت في الحدود ما بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي وكيف استطاع بها السياسات التي هدأت الموقف في ظل سياسات موازية هدأت كل من يصب الزيت في الإقليم وكل من يصب الزيت في العالم والحيلولة من هذه الحرب التي نشبت إلى الوصول إلى مؤتمر الكويت وتحويلها من شر المطلق إلى خير المطلق وتحويلها إلى مؤتمر الكويت الذي واصل مسيرة في عام 79 واصل مسيرة بناء الدولة الوحدة اليمنية بين كل من حكومتي صنعاء وحكومة عدن إذن هذا أحد أهم الإنجازات السياسية هو إرساء أو وضع البدرة نحو شرعية الوصول للسلطة وإخراس المنطقة والاغتيالات أيضا إخراس منطقة التدخلات بناء وضع مؤسسة دولية ووضع سياسة خارجية هادئة عامل على سياسية شبه محايدة تعاونية مع واشنطن واعتمادية على موسكو استطاع أن يوجد الكثير جدا أيضا وضع المؤتمر الشعبي العام لاستقطاب كل الأذرع التي يمكن أن تحصل عليهم ماشنطن أو موسكو أو الدول العربية معينة في سبيل إذكاء الصراعات داخل اليمن كل هذه إنجازات وسياسات وحققت أيضا في ظل لحظة صعبة وفي ظل العواصف وفي ظل أمواج هائلة وفي ظل سفينة مخروقة وشرعتها ممزقة وكانت الوضع لا يعرفه إلا من يمتلك دفة السفينة في ذلك المرحلة نستطيع أن نقول أن الوصول إلى الوحدة اليمنية بحداتها العملية الديمقراطية تطورة طبعا في 12 عام في الشطر الشمالي تم تجراء أول انتخابات لمجلس شعب يمني وكان هذا النقل أيضا كبير جدا عقب انتخابه عبر المجلس الشعب التأسيسي كان هناك انتخابات لمجلس الشعب وكان أيضا أول حضور لإرادة شعبية يمنية من خلال مجلس برلماني وهذا نقطة هائلة جدا في تاريخ الديمقراطية لأن الدولة ولدت في 62 كمشروع وبالتالي نحن نجد في أهد علي عبدالله صالح كانت هناك العناوين الأولى والخطوات الأولى وفي سرعة معينة غير أن العملية السياسية بعد تحقيق الوحدة وهو التحقيق الوحدة سنتحدثها على جنب لكن الآن نحن في تطور الديمقراطي للدولة اليمنية للنظام السياسي اليمنى أنه عند وصول الوحدة اليمنية ومع اعتماد التعدد السياسية كانت هناك اعتماد التعدد السياسية والانتخابات المباشرة كانت هناك ثورة كبيرة جدا على مستوى الظناء وبناء الدولة اليمنية على أسس حديثة دستورية ديمقراطية نستطيع أن نقول بأنه حدثت انتخابات رئاسية في عهده مباشرة لأول مرة في التاريخ وهذا تحقيق أكثر من مرة خلال 33 عام أيضا حدثت انتخابات برغمانية في ظل الأحزاب سياسية لأول مرة في التاريخ اليمني المعاصر أيضا حدثت حتى المحليات قام عني عبدالله صالح خلال هذه الحكمة بتوسيع المشاركة السياسية إلى حدا كبير جدا بما فيها المحليات وأصبحت سبل المشاركة السياسية التي يمارسها المواطن اليمني تتب آليات ديمقراطية على كافة المستويات سواء على مستوى رأسة الدولة سواء على مستوى السلطة التشريعية سواء على مستوى الجارسة المحلية في أي مستوى من مستوياتك على مستوى المركز أنت تشارك كناخب وكمرشح على مستوى المديرية كناخب وكمرشح وأخيرا وصلنا إلى انتخاب المحافظين أنفسهم علي عبدالله صح فعلا يضع المشاركة السياسية حتى على مستوى تعيينه للمحافظين ظلت في عملية تطورية جدا إلى أن أصبحت العملية الديمقراطية في اليمن تمارس من عند مركزة المديرية العزلة القرية أو مجموعة القرى إلى مستوى رأسة الجمهورية عبر انتخابات ينعكس فيها أو يكون الصوت الأعلى فيها لإرادة الشعب والجماهير بصورة كاملة فهو أكبر توسع في التاريخ أكبر توسع في المنطقة يعني ليس فقط في التاريخ اليمني وأيضا في المنطقة في الشرق الأوسط بصورة كامل كان هناك أكبر وأسرع توسع الديمقراطية حدث في الجمهورية اليمنية في العام 1991 كان الدستور اليمني أول دستور في المنطقة وأكبر دستور في المنطقة وهو دستور الوحدة اليمنية هو كان أول دستور يضع في الشرق الأوسط كامل يضع شرط الفترة الرئاسية المحدودة بغض النظر عن كيف تمت سيرية الموضوع إلا أن هناك إرادة وكان هناك بناء على أسس ديمقراطية ولكن التوازنة السياسية والحزب الاشتراكي لم يستطع أن يستطيع الفرصة جيدا نحو إيجاد توازن سياسي يجعل الأمور تسير لصالح توازنة سياسية وبالتالي ظلت الفترة الرئاسية وضعوا علي عبدالصالح والقوة السياسية الأكثر قدرة على إدارة دفة البلاد بسبب حماقة اليسار في التعاطي مع الصراع السياسي وأنا أقول هذا الكلام ليس من باب اللون ولكن من باب وصف ما حدث وبالتالي بكث العملية السياسية والمسرح السياسي بين رجل الدولة ورجل التنمية علي عبدالله صالح وبين مجاميع سياسية مضطرفة كابلية أو أخوانية أو حوثية وهذا ما دفعنا ثمنه كذلك في عهد التطور السياسي في عهد علي عبدالصالح 33 عام منذ 17 يوليو أيضا إنشاء النكابات والمنظمات التجارية وما إلى ذلك ومسلسة التجارية المنظمات المهنية والحرفية كان هذا أحد أهم صور التشكيل صناعة القرار والتأثير على كافة صور العمل النقابي وأيضا كذلك الصحف والإذاعات هناك حرية التعبير والكلمة كان هناك أكثر من مئتين صحيفة ومصدار وكان هناك القانون الصحافة الذي منح الجميع حق التعبير سواء على مستوى المؤسسات الحزبية أو على مستوى منظمات المجتمع المدني أيضا الصحافة، أيضا الإذاعة، الصحف كل هذا تم في أهد الراحل علي عبداللصالح رحمه الله أيضا منظمات المجتمع المدني كانت هناك ثورة كبيرة جدا غير مسبوقة في منظمات المجتمع المدني أيضا الحقوق السياسية للمرأة في أهد العبداللصالح علي عبداللصالح أمتلك ثقافة نابعة من صميمه لم يكن علي عبداللصالح على غرار بعض الأنظمة في المنطقة في العالم الثالثة التي تخضع لضغوط من جهات دولية أو من جهات إمبريالية أو عالمية أو رأس مالية تعمل على إيجاد حقوق المرأة كان علي عبداللصالح من صميمه يبحث عن مزاولة وتشجيع المشاركة السياسية للمرأة في العملية السياسية أيضا التحول الكبير أيضا الآخر هو صناعة الوحدة اليمنية الوحدة اليمنية مثلت منعطف هام خلد إسماعلي عبداللصالح في صفحات التاريخ اليمني ليس من باب المزايدة ولكن بالفعل هو أول زعيم يمني سبائي منذ أكثر من ألفين عام استطاع أن يوحد الأراضي اليمنية والهوية اليمنية والمناطق اليمنية تحت راية دولة واحدة وتحت إدارة جيش واحد ومؤسسة أمنية واحدة ونشيد وطني واحد وعملة واحدة وعاصمة واحدة وهذا كان إنجاز فقده التاريخ اليمني والهوية اليمنية منذ أكثر من ألفين عام ومنذ انهيار السد وحتى السد نفسه كان عبداللصالح أول من يعيد ترميمه منذ ألفين عام إذن عبداللصالح امتلك حقبة هائلة طبعا كل هذا التطورات السياسية كلها كامت على نقطة هامة جدا لا يمتلكها لا الإخوان ولا الحوثين ولا كل المشاريع الضيقة التي فقدت القدرة على السيطرة والتأثير أنه كافة هذا التطورات السياسية سواء على الجانب السياسي والديمقراطي البنى المؤسسية والدستورية كل هذا كان على أساس المواطنة لم تأتي على أساس الأصبوية أو على أساس هي ثقافة الأخوان أو ثقافة حزب الإصلاح ولم تكن سلالية أو نازية مقدسة كما جاءت هذا ميليشيا الإيرانية تسمى ميليشيا الحوثي كل هذا جاءت على أساس المواطنة وكان هناك تحول كبير وكان هناك ملايين من المواطنين اليمنين يحصلون على كافة فرصهم في التعليم على كافة فرصهم في المشاركة السياسية على كافة فرصهم في إبداء الرأي على كافة فرصهم في الكتابة في الحضور في السفر في تعافل الخارج في كل الفرص الأساسية واقع جديد وانتعاشة جديدة أراد البعض منهم أن يعمل على تقليصها على تهميشها على تصويرها بأنها كانت منذ سابق الزمن ولم تكن بحد ذاتها وبحد حضورها هو أحد تطورات المرحلة علي عبدالصالح امتلك شخصية عسكرية وامتلك عقلية مدنية في إدارة الدولة وبالتالي كان عبارة عن هذا سر الكارزمة الذي جعلته حتى اللحظة هو صاحب الالتفاف الجماهير الهائل وهو صاحب الانطباع الجيد في العقل الجمعي للشعب اليمني والجماهير اليمني وهو صاحب اللحظة التي لم يستطع أي من خصومه حتى اللحظة أن يستطيع أن يرث حتى نصف هذه الكارزمة لأن الكارزمة هي عبارة عن معادلة موهوبة يعني ليست قابلة للتقليد أو للصناعة السياسية الكارزمة هي عبارة عن توافق بين السمات معينة، السمات قيادية معينة، السمات شخصية معينة وبين طبيعة وعي الناس وأيضاً تطلعاتهم المطمورة الوعية هي عبارة عن أحد أسرار الله سبحانه وتعالى في تجيه الموضوع ولكن هناك من يريد أن يضعوك العيل عبدالصالح في ظل أزمة يعني يعني تجد نفسه الشخص يقول لك علي عبدالصالح هو من صنع بيت الأحمر علي عبدالصالح هو من صنع الحوثي علي عبدالصالح هو من صنع عبدالرب ومن صرهاد علي عبدالصالح من صنع كل الخصومات في كل مرحلة يأتي من فرق خصوم البطن الطحين علي عبدالصالح أتى إلى الدولة وسلطة القبيلة قد أغتالت أحد رموز قيادة الدولة وسلطة الكهنة والرجال الدين المتدينين عفواً قد كانوا مشاركة وقام علي عبدالصالح بحامل ثقافة الدولة والثورة 26 ستمبر وسعى وجاهد وبنى الديمقراطية وبنى أسس المواطنة وبنى القوات المسلحة وحاول أن يحرر يوم بعد يوم وعام بعد يوم اليمن من كافة هذه القوى المتآمرة أو العاملة وعندما أستطاع وكل ما كان يستطيع أن يقطع شوط كل ما كانت هذه القوى في الواقع هي من تعلن تمردها حتى وجدت في الربيع الأسود أو ما يسمى الربيع العربي من فض الانكفض على هذا الرجل الثائر الذي حمى مفاهيم الثورة وحمى مفاهيم المواطنة وهذه الحقيقة التي يدركها كل من شاهد التاريخ بياقظة وبوعي وبإدراك الدقيقين الجميع يتحدث هذه الحكايق هذه الإنجازات هذه التحولات ولكن هناك من يأتي وفجأة يقول لك علي عبدالصالح نهيب 60 مليار دولار هم مواثقين بأن عقولنا فارغة وبأن الجيل الجديد لا يدرك حجم التحولات وبالتالي يأتي من يستخف بعقلك ويقول لك بأن علي عبدالصالح فساد وأنه حصل على 6 مليار دولار على سم المثال كذبة ساذجة جدا ومحاولات معينة لإطفاء عين الشمس مثل ما يقولون بغربال لكن هذا الأشياء أيضا على الجانب السياسي إذا اختتم الحلقة هذا بأن علي عبدالصالح استطاع أن يبني شبكة علاقات دولية سياسية عملت على احتواء كافة المواقف الدولية والإقليمية أيضا على بناء علاقات سياسية دبلوماسية مع كثير من العواصم العالمية واشنطن، موسكو، الصين، الرياضة، بغداد، القاهرة، الجزائر، المغرب، هولندا، ألمانيا كل هذه الدول قدمت لليمن العديد من صور الدعم والتمويل المالي والفني والإداري واللوجيستي على كافة مسارات التنمية اليمنية اختتمت في هذه اللحظات، اختتمت هذه الحلقة الخاصة بذكرى الحادية والأربعين تولية الرئيس علي عبدالله صالح السبعة والتاشر من يوليو ١٧٨٨ الحق القادمة مثلا تحدث على الإنجازات الاقتصادية وأهم تلك الإنجازات وما تحقق من إنجازات اقتصادية وتنموية في عهد الرئيس علي عبدالله صالح وماذا حدث؟ يعني لا تحتاج أن تتحدث عن حضور علي عبدالله صالح إلا عندما تتأمل في غيابه فقط يعني يعني من يتحدث عن دور الشمس في المساء أو في الليل يعرف حجم ذلك الحضور وحجم ذلك الدور اختتمت نهاية حلقة في هذا اليوم الرحمة والخلود للزعيم عبدالصالح تحية جمهوري اليمنية وإلى حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة